سيارة المستشفيات الوطنية نظم اليوم المشروع الإقليمي لدعم نظام مراقبة الأوبئة في أفريقيا المركزية نظم دورة تدريبية حول علم الأوبئة لصالح عمال أصحة بحضور المدير العام لوزارة الصحة العامة والوقاية إلى جانب عدد من الحضور أطيب مدثر أطيب وتخاصي تقوية نظام مراقبة الأمراض الوبائية في البلاد هو الهدف الرئيسي لهذه الدورة التدريبية التي نظمها المشروع الإقليمي لدعم نظام مراقبة الأوبئة في أفريقيا وسيتلقى المشاركون خلال عمر هذه الدورة معلومات أهمها إتقان مبادئ التدخل لمكافحة الوباء ومراقبة الصحة العامة المستشار بالمشروع تيندير بيوغو سيلفستر قال إن هذه الورشة مظلمت بهدف تزويد العاملين في مجال الصحة بمعلومات تمكنهم من مراقبة الأوبئة وتحسين قدرة أنظمة المراقبة القطرية والعمل على مكافحة الأوبئة والوقاية منها من ناحيته المدير العامل وزارة الصحة الدكتور إيماجي أيلين أشار إلى أن وزارة الصحة وقعت اتفاقية لإنشاء 20 مركز لمراقبة الأوبئة حيث بدأت الأنشطة المدانية لتحديد النطاق من خلال تدريب المدربين الوطنيين في مجال نظام مراقبة الأوبئة داعياً المشاركين إلى بذل مجهود كبير والمشاركة النشطة وتبادل الخبرات من أجل الخروض بمنهج قوي يعمل على رصد ومراقبة الأمراض الوبائية ترأس الأمين العام لولاية لوجون الغربي حفل افتتاح الورشة التدريبية لعضاء اللجنة الوطنية المكلفة بتنظيم الاستفتاء الدستوري بمدينة مندوح حاضرة الولاية تقرير عائشة محمد تيراب جاءت هذه الورشة التدريبية لعضاء مكتب اللجنة الوطنية المكلفة بتنظيم الاستفتاء الدستوري حيث ضمت حازه الورشة عدد من المشاركين الذين قدموا من المحافظات العربعة للولاية في كلمته رئيس البيعسة الدكتور جاك لاوين قاماي حث المشاركين إلى مناقشة المواضيع المطروحة للنقاش بصورة جيدة وكذا تبادل الخبرات فيما بينهم بغية الخروج بنتائج إيجابية وبناءة وفي خطابه لإطلاق أعمال الورشة العمين العام بولاد لوغون القربي جوزي بثندان بازيل أشار إلى أن منذ نهاية أعمال الحوار الوطني الشامل والسيادي دخلت البلاد المرحلة الثانية من الفترة الانتقالية التي يجب أن تعود البلاد في نهاية هذه الفترة التي تستمر لمدة 24 شهرا إلى النظام الدستوري وذلك من خلال تنظيم الاستفتاء الدستوري وكذا تنظيم المراهل الانتخابية المختلفة هذا ومن ناهية أخرى فقد أشار إلى أن هذه الدورة التدريبية تكتسب أهمية بالغة لأجل مستقبل تشات التي نرودها لذلك دعا المشاركين إلى التركيز والمشاركة الإيجابية في مختلف المواضيع التي ستناقش خلال فعاليات الورشة ترأست صباح اليوم الرئيس الموقعة لقرفة الحسابات افتتاح ورشد عمل تدريبية لمراجعة الأداء التي نظمتها اللينة الإقليمية للمؤسسات العليا للرقابة المالية والمحاسبة لتعزيز قدرات المستشارين والكتبة العاملين في الهيئة العليا للرقابة المالية بحر الدين عبدالشافي الدود ورشة وعمل التدريبية التي نظمت لسالح المستشارين والكتبة لمراجعة الأداء والتي نظمتها اللجنة الإقليمية للمؤسسات العليا للمراقبة المالية والمحاسبة الخاصة بتعزيز قدرات الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة وقد عبر عهد المشاركين عن أحملية هذه الورشة وخلال الورشة يتم مناقشة الجوانب النظرية والحالات العلمية التي تخص التخطيط الاستراتيجي لمراجعة التقارير ومتابعة التوسيق والإشراف ومراقبة الجودة وأن هذه الاجتماعات فرصة للمجلس لمراقبة تعزيز قدراته من أجل المصاحمة في الإدارة الرشدة للأموال العامة وهي ضرورة من قبل اللجنة الإقليمية للمؤسسات العليا للرقابة المالية والمحاسبة في إفريقيا وللإشارة فإن الورشة تستمر لمدة خمسة أيام نظم اليوم برنامج الأمم المتحدة الإنمائية عبر مشروع النافذة الوطنية لتحقيق الاستقرار بحوض بحيرة شات نظم منتدى تمهيدي تحت موضوع تحفيز الحلول المستدامة وتعزيز التنمية بهدف تقييم أنشطة المشروع والاستعادات لإطلاق المرحلة الثالثة منه تقرير حسن جدا عمال ينشط مشروع النافذة الوطنية لتحقيق الاستقرار في حوض بحيرة شات منذ العام 2020 وذلك بولايتي حجر لميس والبحيرة في مرحلة تجربية كانت بمنطقتين قط وقلميا أما المرحلة الثانية منه فقد استهدفت سبع مناطق بنفس الولاياتين تمكن من خلالها المشروع بالقيام بالعديد من الأنشطة أهمها تشهيد المراكز الصحية والقيام بأنشطة حول مكافهة التطرف العنف والتوعية وقد جاء هذا المنتدى التمهيدي الذي أقامه المشروع لتصليط الضوء على الإمكانات التحولية لنافذة الاستقرار الوطني في جات وتشجيع أصحب المصلحة على اكتشافه وتعزيز الشراكات القائمة وإظهار الميزة النسبية لنحج المرفق الذي يشمل أفصل بين العمل الإنساني والتنمية وبناء السلام بجميع مناطق تدقله وفقا لمختلف مدقلات الحضور ويرمي المنتدى إلى أرض استراتيجيات البناء على نجاح مرفق الاستقرار الإقليمي في جات واستكشاف الفرص لتوسيع المسارات القابلة للاستغلال من أجل التنمية المستقبلية في المناطق المتضررة من النزاع وكذا تعديد الشراكات القائمة بين المسؤولين ووكالاء التنمية ومنظمات المجتمع المدني وأصحاب المصلحة وينتظر من هذا المنتدى العديد من النتائج أهمها زيادة الوعي بإنجازات مرفق الاستقرار الإقليمي في جات وعرض الخطوات الملموسة لتحسين مبادرات الاستقرار المستقبلية للمناطق المتأسرة من الجماعات الإرهابية نظمت صباح اليوم وكالة التنمية الاقتصادية والاقتماعية الدولية ورشة تدريبية لموظفيها تهدف هذه الورشة إلى رفع وتعزيز القدرات المعرفية لتحسين جودة العمل افتتح الورشة مدير وكالة التنمية الاقتصادية والاقتماعية الدولية عبدالكريم طاهر سنوسطها جبير من مشروع الدعم لبناء قدرات المؤسسة لوكالة التنمية الاقتصادية والاجتماعية حيث نظمت الوكالة ورشة عمل لصالح موظفيها تهدف إلى تحسين وتعزيز قدراتهم المعرفية من أجل المساهمة في حماية البيئة ومكافحة التلوث البيئي وتحسين جودة العمل الإداري فيما يتعلق بسياسة الشفافية ومكافحة غسيل الأموال وبهذه المناسبة تحدث مسؤول المحوري للصندوق الدولي للبيئة عن أهمية هذه الورشة من أجل ذلك اليوم فتحنا هذه الورشة لمدة يومين لاستفادة خبرات الخبراء الدوليين وخبراء الوطنيين أن يستفيد منها الدولة بصفة عامة وعدة بصفة خاصة هذه الورشة جاءت بالتنسيق مع الصندوق الأخضر للمناخ الذي يعد شريكا محوريا لهذه المنظمة وفي هذا الشأن تحدث منصف مشروع الصندوق الدولي للبيئة حول هذه الورشة ونشور إلى أن مثل هذه الدورات سترفع من قدرات عمال المنظمة من أجل مواجهة التحديات في مجال البيئي والتغيرات المناخية قدمت جمعية التنمية المجتمعية والمحلية قدمت مساعدات غذائية للاجئين السودانيين بمنطقة أدريح حضرة محافظة أسونغا بحضور عدد من أعضاء الجمعية والمزئولين العسكريين تقرير محمد طاهر صالح يعيش اللاجئون السودانيون بمعسكر أدريح ظروفا صعبة تتطلب إغاثات عاجلة لذا بادرت الجمعيات والمنظمات المحلية بتقديم الدعم والمساندة ومن بين هذه الجمعيات تقامت جمعية نفرة الزغاوة الكبرى لمساعدة متضررين أحداث درفور تحت شعار معا من أجل الإنسانية الأمين العام للجمعية تحدث عن دعم اللاجئين من رفيجي دول جودة من يوم رمضان دا لانسي الناس اللي تشوفوا دا الجابة خلا الجابة بيرش الجابة سابون محافظ مقاطعة أسونغا على أقيد محمد ألي سيبي فقد شكر الجمعية والدور الذي قامت به من أجل مساعدة اللاجئين دا يعني بمشي في طريقة رئيس الدولة الجنرال محمد إدريس دبيت أول بوق إيمانيتار جانا ووصف لنا الدرب جدير بالذكر أن المساعدات عبارة عن مواد إغاثية وملابس وصوابين وغيرها من الإمدادات والمؤنى الإغاثية وفي ذات أسيا قامت منظمة هلب الوطنية بالتعاون مع منظمة الإغاثة الفرنسية الإسلامية بتقديم الأضاحي للاجئين السودانيين بمخيم أركون بمركز حجر حديث تقرير عبد الرحمن محمد أبي بمناسبة إيد العطحة المبارك قامت منظمة هلب الوطنية بالتعاون مع منظمة الإغاثة الفرنسية الإسلامية بتنفيذ مشروع توزيع حوم الأضاحي مخيم أركون بكنتون بردي مركز حاجر حديث فقد تم ذبح حوالي مئة رأس من البقر وتوزيعها على مستحقها من اللاجئين في كلمته ممثل منظمة هلب بأبشة أحمد حسين قال بأن مؤسسته أرادت من خلال هذا النشاط إدخال فرحة العيد على المستفيدين ممثل اللجنة الوطنية لاستقبال اللاجئين بأركون محمد أب بكر بن أب بكر فقد شكر منظمة هلب ومنظمة الإغاثة الفرنسية الإسلامية على هذا الدعم السقي ممثل ملك كانتون بردي آدم موسى عبر عن امتنانه للجهتين المنظمتين لهذا النشاط مضيفا في الوقت نفسه أن هذا الأطاع يعني الكثير للمستفيدين والجدير بالذكر أنه خلال توزيع انتهز الفرصة مسؤولية منظمة هلب وقدموا بعض التوجهات للاجئين في كيفية استخدام الآبار الستوازية التي تعمل بالطاقة الشمسية والحمامات التي تم بناؤها مؤخرا من قبل منظمة هلب شات نصب مساء أمس الأمين الفدرالي لحزب التجمع من أجل الديمغراطية والتقدم لبلدية أنجمينة نصب أعضاء اللجان الفرعية بالدائرة السابعة تقرير عرجون محمد أحمد نصب الأمين الفدرالي لبلدية أنجمينة أمين تدبير أعضاء اللجان الفرعية بالدائرة السابعة كما نصب المكتب الوطني للشباب واللجنة النسائية أيضا تم تنصيبها وبعض تنصيبهم قدم رئيس اللجنة الفرعية بالدائرة السابعة شكره لأعضاء المكتب لوضع الثقة فيه طالبا منهم الوقوف بجانبه لتوصيل رسالة الحزب وهي الأمن والسلام والتنمية من جهته الأمين الفدرالي لبلدية أنجمينة أمين تدبير ممثلا لرئيس الحزب أوضح بأن الدائرة السابعة كانت دائما في قلب النجاحات العظيمة التي شهدها هزب التجمع من أجل الديمغراطية والتقدم على الصعيد الوطني والمحلي وأن اختيار العضاء لم يأتي عن طريق الصدفة إنما جاء في الوقت المناسب لذا داء العضاء الجدد العمل سويا من أجل تحقيق أحداف الحزب ضمن تشجيع الفتيات على مواصلة التعليم فإن برنامج منح التفوق قام بتكريم المئات من الفتيات اللائسة حصلنا على درجات عالية خلال العام الدراسي الحالي بمدينة أم حجر جرت المناسبة بحضور المزئولين الإداريين وولياء الأمور محمد طاهر جبريل الحر بعد محافظة البطحة الغربية جاء الدور لمدارس البطحة الشرقية لتتلقى منح التفوق الدراسي الخاص بالفتيات بادرة لمندوبية التربية الوطنية بالبطحة بدعم من برنامج الأغذية العالمي مكتباتية احتفالية التكريم التي جرت بمدرسة حلقومية بمدينة أم حجر بحضور المسئولين الإداريين من مختلف المستويات وأولياء الأمور بدأت بكلمة رئيس قسم المطاعم المدرسية بالبطحة إدريس حمدان إدريس تسجيع البيت الأساس تواصل المدرسة حتى المرحلة الجامعية المندوب الولائي للتربية الوطنية وترقية المواطنة بالبطحة يعقب إبراهيم أهن الترميذات على هذه الجوائز وشجعهن للاستمرار في نفس النهج وطلب من أولياء الأمور عدم تزويجهن مبكرا الأمين العام لمحافظة البطحة الشرقية عبد العزيز حسين عوام الذي ترأس المناسبة تحدث عن الجهود التي تفذلها الحكومة وشركاؤها لإبقاء الفتيات بالمدارس وتشجيعهن على التفوق هذا وشهدت الاحتفالية توزيع المظارف المالية إلى المتفوقات من قبل المسؤولين الإداريين بالجملة في منطقة أم حجر وحوالها ثمانمائة وثلاثة وستين فتاة من المتفوقات نالت مظارف مالية بعضها لمنح التفوق والبعض الآخر لما يسمى بالحصة الغذائية وفي الشأن الرياضي تحصلت البلاد يوم أمس على المرتبة الأولى ببطولة التايكوندو الدولي التي أقيمت بجمهورية ألمانيا الفيدرالية حيث فاز اللاعب الشادي بيتيل كازمير بميدالية ذهبية هذا الفوز يمهد الطريق للبلاد للمشاركة في الألعاب الأولمبية بالعاصمة الفرنسية باريس للعام 2024 بشكل رسمي تقرير حسن جد عمر رفع اللايب الشادي بيتيل كازمير مرة أخرى رعية البلاد عالية أمام جميع المنافسين في كأس التايكوندو الدولي في فئة 63 كيلوغرام وذلك بمدينة بودنسي ألمانيا حيث حقق الشادي فوزا كبيرا بحصوله على الميدالية الزهبية في هذه المنافسة رافعة المستوى التي أقيمت بألمانيا بمشاركة العديد من الدول هذه البطولة الدولية التي حققت فيها شادي فوزا كبيرا عبر لائبها كازمير الذي حصد على المرتبة الأولى في البطولة ستسمه للبلاد المشاركة بشكل رسمي في دورة الألعاب الأولمبية بباريس 2024 نهاية النشرة موعدنا معكم يتجدد غدا بمشيئة الله كنوا في الموعد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة